جميعهم اجتمعوا ضد العدو النازي من أجل تحرير الوطن جميعهم تحلوا بشجاعة لا مثيلة لها ولكنهم دفعوا ثمنا غاليا من أجل الانتصار انتصار شاركوا فيه جميعهم الألاف منهم ضحوا بأرواحهم من أجل حماية وطن بعيد وطن كانوا يجهلونه وطن لم تطئه أقدامهم من قبل أرض بقوا فيها إلى الأبد لقد حرروا فرنسا وصانوا شرفها ومن من يتذكر أسماءهم اليوم أو حتى ملامح أوجههم لقد أشرتم السيدي إلى بعض الأسماء من يتذكر يورغي كولي هذا البطل الذي ولد في التشاد الذي قضى معظم حياته في الجيش الفرنسي رفض الهدنة وانضم إلى الجيش الحر في الكونغو وشارك في جميع العمليات قادمة هنا أيضا إلى شواطئ بروفانس خلال الإنزال قادمة من إيطاليا ستة عشر إفريقيا آخر منحة لهم الجنسية الإفريقية فيما بعد شاركوا أيضا معه تلك الأعمليات شجاع آخر السيد محمد بلحاج الذي ولد في الجزائر في عام 1905 وفي شهر يونيو من عام 1440 خاطر بنفسه وأنقذ صديقه ورفيق دربه وشارك أيضا في الإنزال في كتيبة الجنود القادمة من شمال إفريقيا هو أيضا توفي تضحية لفرنسا خلال عملية ألزاس الطباء الذين كانوا يحاولون تضميد جراحه قال لهم سأموت ولكن ذلك أمر هيا لتحيا فرنسا هؤلاء المحاربون الأفريقيون والعقود الطويلة لم يحضوا بالشرف الذي هم جديرون به وعلى هذه الأراضي الأراضي منطقة Provence كانت أرضا دماء نزفت هنا الأسماء والوجوه وروايات هؤلاء المقاتلين يجب أن تكون جزءا من تاريخنا لأنه بدونهم لم نكن لنحقق ما حققنا لذلك لذلك أنادي اليوم الجميع لتخليد ذكر هؤلاء المقاتلين هؤلاء المقاتلون الذين شرفوا إفريقيا بأسرها وإلتزموا إلى جانب فرنسا وكانوا ملتزمين للحرية وكانوا مقاومين شجعان وأنا على دراية بأن العديد من رؤساء البلديات في فرنسا مثل رنس ومونتون وشاتلي قاموا بذلك وخلدوا ذكر هؤلاء المقاتلين لأن ما قاموا به هو الأمر جدير بالفخر والإشادة ولا يجب علينا أن ننسى ذكرهم وأن ننسى أيانهم الوحيد تطبيقين لتطبيقين الوحيد 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 بعد إنزالها توجهوا إلى مدينة تولون ومارسل وأن تحسين هذين المنى أين كان مهم لإلغا